السلام عليكم الكثير من الناس يخلط بين التاء المربوطة والهاء المربوطة اللي عليها نقطتين تاء مربوطة اللي من غير نقطتين هاء مربوطة التاء المربوطة تنطق هاء عند الوقف عليها حديقة حديقة وتنطق تاء عند وصل الكلام ببعضه حديقة المدرسة أما الهاء المربوطة تنطق هاء عند الوقف عليها مياه مياه وهاء أيضا عند وصل الكلام ببعضه مياه النيل طيب وأنا بكتب كيف أفرق بينهما وإنت بتكتب ضع على التاء أو الهاء المشكوك فيها ضمة أو فتحة أو كسرة أو حتى تنوين وانطقها لوحدك وإنت هتعرفها جرب كده هاه ممتاز شجرة يبقى عليها نقطتين تاء مربوطة هاه وجه السيارة الله من الغريب إن فيه ناس بتضع على كلمة الله نقطتين وهي هاء مش تاء التاء المربوطة عليها نقطتين الهاء من غير نقطتين وإنت بتنطق نقطت تاء حط نقطتين نقطت هاء متحطش نقطتين السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة